اشتركوا في القناة 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 فريق النادي الأهلي يستطيع أنه إن شاء الله يعني يعديها بلغة الكرة ويقدر إن شاء الله بإذن الله أن يسعد كل جمهور النادي الأهلي الترتيبات الحقيقة كانت مميزة جدا من الكابتن سيد عبد الحفيز كابتن سامير عدلي اللي تواجده هنا فيه طبعا سوسة للترتيب لفنادق الإقامة للتحرك للتدريبات كل الأمور دي الحقيقة يمكن كان لابد يكونوا متواجدين يعني إحنا على طول متعودين أن تونس كابتن سيد والكابتن سامير على طول بيكونوا متواجدين مع بعثة فريق النادي الأهلي من القاهرة إلى هنا لكن الحقيقة يمكن فيه ضغط كبير جدا هنا في مدينة طبعا السوسة اللي فيها مقر فريق النادي الأهلي عندهم بعض طبعا الحفلات وعندهم بعض البطولات فيمكن الفنادق محتاجة الخبرة الكبيرة زي ما أكدناintérieur الكابتن سيد والكابتن سامير ووفروا الحقيقة فوندو أموماس جدا ساعة فريق النادي الأهلي في التركيز وفي كل الأمور طبعا الخاصة بفريق كرة القدم النهاردة اليوم الثالث تعتبر الاستعداد الأخير لفريقة للنادي الأهلي مع التدريب الأخير على ملعب مصطفى بن جنات أو ملعب الأولمبي لمصطفى بن جنات طبعاً بمدينة المنستير عايزة أكلمك في البداية على حالة الملعب يعني الشكل الظاهري احنا عارفين الشكل الظاهري ممكن ياخدع شوية جمهور النادي الأهلي يعني نجيلة تقيلة شوية زميلي أحمد يعني الكرة يعني آه الكرة بتجري وكرة بتمشي مفيش مطبط زي ما احنا بنقول بلغة الكرة لكن الكرة تقيلة شوية يعني بنتمنى بس ما يبقاش في كرمبات أو في حاجة لأن تعرفين يجيلة ما تبقى عالية شوية بتحتاج مجهود أكبر من لعبة النادي الأهلي لكن كل اللعيب النهاردة يمكن قدت أداء وتدريب مميز جداً طبعاً تحت قيادة مستر مارسل كولر اللي تمئنان والحالة المعنوية ورغبة اللعيبة وكل الأمور دي الحقيقة شايفانها من البداية مش من التدريب الأخير يعني من الطائرة ومن الأحاديث مع اللعبين ومن مارسل كولر حقيقة اللي يمكن مهتم جداً بيه الجلسات الفردية مع لعبة النادي الأهلي مش هنذكر أسماء لكن الحقيقة الرجل بيحاول أي لعيب يشوف في بعض القصور أو بيحاول أنه هو يأكد له على معلومة بيقعد معه جلسة بيتكلم معاه بيحفز بيوصل المعلومة وبتشوف في التدريب الترجمة طبعاً على الأرض الملعب الأمور الحمد لله طائبة جداً بالنسبة لنا للتدريب النهاردة كان 60 دقيقة طبعاً طبقاً للتعلمات الخاصة بيقى الكاف كلها طبعاً كانت أمور عادية جداً التدريب الأساسي كان أمس اللي كان فيه التكتيك وكان فيه التشكيل وكان فيه كل الأمور الخاصة طبعاً بيه مباراة الاتحاد المستري الاتحاد المستري يمكن زي ما بقول عمل حساب كبير جداً لفريقة للنادي الأهلي الصحافة التونسية الأمور طبعاً الخاصة بيه الناس يتكلم معنا اللي بيجي نسأل على صحفيين نسأل تكلم على الجمهور لا النادي الأهلي قيمته كبيرة جداً كالعادة طبعاً انتحاد المستري آه محضر فرقة مميزة جداً قدت أداء مميز خلال الموسم الماضي لكن احنا النادي الأهلي هم عارفين أن النادي الأهلي قيمته كبيرة جداً في البطولة الأفريقية وأكبر طبعاً كمان فيه أي المباراة القوية والحساسة هي انطلاقة قوية وانطلاقة جيدة لكن يا رب إن شاء الله زميل أحمد كل التوفيق لفريق النادي الأهلي وكل الترتيبات إن شاء الله فكرة حجم الحضور الجماهيري في المباراة هل تم تخصيص أماكن معينة لجمهور النادي الأهلي لو حضر طبعاً سواء من المصريين المقيمين هناك أو حتى لو ناس فكرت تروح تحضر المباراة في تونس الساعة طبعاً الخاصة بالملعب الأولمبي لمصطفى بن جنات هي 20 ألف لكن انت عارف طبعاً هنا الترتيبات الإمنية الخاصة بحضور الجماهير يعني هما مقدين موافقة بعشرة ألف خلاص يمكن أقدر أقولك تم البيع التذاكر بالاتحاد المستيري بـ 8000 تذكرة لكن يعني احنا ما بنخدش بين التصريحات الصحفية على قد ما بنحاول إن احنا على الأرض الواقع نشوف هذا الأمر التمانية بيبقوا عشرة بيبقوا أحداشر بيبقوا أتنشر ده اللي متأقع لكن يعني الأمر اللي احنا شايفينه والشكل العام الاتجاه هنا في الاتحاد التونسي يعني من 8000 مشجع جمهور النادي الأهلي له مكان مخصص يعني انت طبعاً هتتابع الملعب غداً لكن الملعب هو شبيه شوية بملعب الجونة يعني هم مدرجين يعني أولى وتانية يمين وأولى وتانية شمال لكن ما فيش التالتة يمين والتالتة شمال ملعب مفتوح فيه هوى شوية في منطقة سكنية لكن يا رب ان شاء الله المناخ والهوى اللي احنا شفناه النهاردة ما يكونش زيادة عن اليوم لأن انت عارف طبعاً الملعب بيكون مكشوف بيتطلب يعني مجهود كبير جداً من اللعيبة هي مدينة سحلية كريم بيبقى فيها صعوبة شوية لكن إن شاء الله هل مدينة سحلية يعني بالطبع على سحل الهوى والرطوبة فيها على شوية لكن النهاردة الحقيقة زميلي أحمد الجو كان ممتاز بنسبة للتوقيت الخاص بالمباراة ثلاثة عصراً فبنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله غداً نفس التوقيت ونفس المناخ إن شاء الله يساعد فريق النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي 200 فرض إن شاء الله تكون انطلاقة موسم يسعد كل جمهور النادي الأهلي وحقق كل طموحات مجلس إدارة النادي الأهلي طبعاً للأقطات اللي احنا بنعرضها دلوقتي يا كريم هي الأقطات لمدينة المونستير في تونس جمهور الكرة هناك يعني شبه جمهور الكرة في جمهور النادي الترجي جمهور النجمة السحلية إن احنا نتعرف أول مرة بنقاب الاتحاد المونستيري وهو فريق يمكن بالنسبة لمعظم الجماهير الأهلوية يعني مش معروف قوي ممكن هنا احنا متواجدين طبعاً في سوسة في مقر اللقامة هنا الكل بيشجع النجم السحلي لكن طبعاً المونستير طبعاً ما مروحنا النهاردة ليه الملعب الإشارات طبعاً والهتفات وانت عارف طبعاً كل الأمور الخاصة به الجمهور طبعاً اللي بيكون متواجد بيتابع حفلة فريقة للنادي الأهلي يعني الكل طبعاً ما كانش فيه جمهور كتير يعني مقدرش أقولك كان فيه جمهور كتير قابلنا النهاردة من مقر الفريق إلى الملعب لكن غداً هو اليوم الحاسم يعني بنأكد على هذا الأمر تحرك الفريق التأمين مدى وصنة كل الأمور دي مهمة جداً والتأكيد عليها مهمة جداً الحقيقة من الكابتن سيد عبد الحفيز ويا رب إن شاء الله زي ما بكيت لك زميل أحمد دعوات كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأقلي يا رب كل التوفيين إن شاء الله للجهاز الفني ونعود إن شاء الله من تونس من نتيجة أجابية جداً ومشوار طويل في البطولة الأفريقية طيب يعني خلينا أقول لك وانت معنا على الهوى يمكن انتهت مباراة أو مواجهة الأهلي عمالقة الأهلي طبعاً فريق البسكت بلايعة في البطولة العربية في مواجهة الرياضي اللبناني النادي الرياضي اللبناني بفوز النادي الأهلي بنتيجة 88 مقابل 71 وكده دي بتكون محطة الأخيرة للأهلي في دور المجموعات كل التوفيق إن شاء الله لفريق البسكت ويرجع لنا باللقب وبالبطولة كنت بسألك على الجمهور اللي يا كريم لأنه أنا يمكن من حوالي أسبوع تقريباً أو عشر تيام كنا تواصلنا طبعاً وعملنا لقاء من خلال الشاشة الأهلي في السادسة هنا مع رئيس نادي الاتحاد المنستيري وكان أكلمنا على فكرة أنه البوابات بوابات الملعب أو مدرجات المخصصة الجماهي النادي الأهلي هتفتح بالمجان هل في أي خبر أو أي تأكيد على الجزائية دي لأنه تعرف وقت الجد ممكن أمور كتيرة تتغير فبرضو نبقى عندنا المعلومة أبتو ديت زي ما بيقوله يعني حتى هذه اللحظة زميل أحمد المعلومة لم تؤكد لكن يعني قلة العدد في المنستير ممكن يعني لحق كده ممكن هو يقولك اللي هيجا في مطار قرطاج ومملاعب النجم ومملاعب الترجي لكن كل الأمور دي الحقيقة لم تحسم لأن لسه الاجتماع الفني يعني تعرف الاجتماع الفني بتوقيت هنا في تونس الخمسة كابتن سيد الكابتن سامير عدل المتواجدين كل الأمور دي ممكن يتم منقشطها ويتم أيضا كمان اتخاذ الموافقة عليها لكن يا رب ان شاء الله حتى الجمهور حتى يعني لو حتى عدد أولاي لدخل الأستاذ بتذكير أنت عرف جمهور النادي الأهلي يعني عايز يعمل أي حاجة عشان يكون متواجد وكمان تحديدا ما بيكون خارج مصر فيا رب ان شاء الله العدد الأولاي المتواجد أو العدد الكبير المتواجد يعني يسمعهم ويوصلوا لفريقا للنادي الأهلي وان شاء الله توفير ربنا سبحانه وتعالي يكون معنا بإذن الله أنا بشكرك شكرا جزيلا زمان العزيز كريم أحمد وان شاء الله بإذن الله يكون بداية موفقة لفرقتنا ونجمنا بكرة الموسم ده الحقيقة هذه القصة مش قصة بس بطولات آه طبعا يعني هدفنا الأساسي هدف الأهلي كإدارة وجهاز فني ولعيبة ومناران جمهورنا يتحقق كل الألقاب لكن فيه كمان الحقيقة ده وافعة تانية هتكلم فيها النهاردة مع كابتن مجدي الحقيقة لأنه حالة التشكيك وحالة الهجوم المستمرة وحالة مش عايز أقول للتطاول لكن يعني فيه إساءات كتير جدا حصلت ارتبطت باسم نادي الأهلي ونجومه والمسؤولين عنه في الفترة الأخيرة ولعيب النادي الأهلي بشكل مباشر أتمنى أنها تكون فرصة كبيرة جدا للرد والوضع كل طرف من الأطراف دي في حجمه الحقيقي والطبيعي الحقيقة سفير مصر في تونس سفير معلس سفير فهمي يمكن كان فيه زيارة لبعثة النادي الأهلي طبعا كان في استقباله الوزير عامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي زي ما حضرتكم شايفين كده وكعادة الحقيقة الدبلوماسية المصرية وممثليها وسفاراتنا في كل مكان في العالم الحقيقة يعني مجهود مشكور الحقيقة بيحاولوا من خلاله ويذللوا كل العقبات المتبطة بالمهام اللي بتقوم بيها الفرقة الرياضية في مصر كل الشكر طبعا لمعلي السفير إيهاب فهمي سريعا جدا كنت بقول لكم أنه المباراة طيب خلينا قبل ما ندخل مباراة بكرة ونعرف أنه يعني 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 كل الناس قاعدة من دلوقتي مستنية مواجهة الأهلي أو ظهور الأهلي الأول الموسم ده صفقات الجديدة مستر مارسيل كولر شكل الأهلي وأعتقد أنه واحدة من أهداف مارسيل كولر بكرة أنه يعبر عن شخصية الأهلي تحت قيادته يظهر مع الأهلي حتى وإن كانت مباراة خارج الأرض وحتى وإن كانت مع منافس قوي هو التحدي المنسيلي التونسي إلا أنه طبعا عنده رغبة في أنه يعلن عن نفسه وعن قدراته وعن شكل أهلي تحت قيادته الصفقات الجديدة عندها من الضيفة التي تثبت جدرتها في أولى مشاركتها مع نادي الأهلي والأهم من هذا أنها رسالة للكل رسالة طمأنة ورسالة أضع حد لكتير من الأمور اللي فاتت يعني أنا حقيقة عندي وقفة كبيرة جدا مع اللي حصل في الفترة الأخيرة ويمكن مهم جدا زي ما بدأت الحلقة وقلت أنها نقطة ومن أول السطر أنه نرفل على الفات كله واللي جاي يبقى فيه تركيز كبير جدا لغاية لما نوصل على أقل لموسم الانتقالات الشتوية وما أعتقدش أنه عندنا تحديات كتيرة جدا يعني باستثناء انطلاقت بشوار أفريقيا وبطولة السوبر الأهلي ما عندوش تحديات من العدد تقيل ما فيش تخوف على لقب يضيع أو بطولة ممكن تكون بعيدة عن الأهلي أنه يوصل لها لكن في النهاية خلينا نرتب أولويات وخلينا نشوف رأي كمان كابتن مجدي طولبر نهاردة في كتير موضعات اللي أثرت في الفترة الأخيرة وتأثيرها على بداية مشوار خدوا بالكم أنه الحاجات اللي بتحصل في الفترة الأخيرة دي بالتأكيد لها تأثير يعني ونتمنى نتمنى أنه إحنا نتفادى ده في انطلاقة مشوارنا في دولة الأبطال وأنه جهاز الفني وكابتن سيد عبدالحفيز وميستر مارسيل كولر يبعدوا باللعبة ويمكن من حصن حظيني يعني ناس كتير جدا كانت يعني متخوفة من فكرة أنه أول ماتش ببرة وأول ماتش في تونس يمكن ده على فكرة يكون من حصن الحظ وحتى زي ما الراجل يتكلم يعني ماسمين عدار كولوفيتش كان بيتكلم على الأهلي راجل واضح تماما عارف قدرات الأهلي حتى والأهلي جاي له في ملعبه ما تقبلنش مع فريق تونسي قبل كده في ذول الاتنين وثلاثين يعني كل مواجهاتنا كما ترجع تبص العشرة الاثناشرة السنة الأخيرة اللي فاتت واللي قبلها لعبت مع النايجر ممثل النايجر لعبت مع رواندا لعبت مع زنبابوي لعبت مع إثيوبيا مرتين لعبت مع جنوب إفريقيا مرتين لعبت مع كينيا فإحنا نادرا نادرا مش متذكر حقيقة أنه الأهل يواجه فرقة تونسية في بداية المشوار لكن خلينا نتفق في النهاية أنه يعني على البطل أنه يتجاوز أي عقبات أو أي صعوبات أو أي مباراة مبارايات ممكن تكون صعبة بصرف النظر عن اسم المنافس اتحاد المونستيري مش من عملاقة الكرة التونسية لكن الحقيقة تقدر تقول أنه من القوى الصعادة يعني ما تبص على مشواره في آخر السنتين فليه ده بالمناسبة معاش غير بطلتين هو بيشارك السنة دي في دوري الأبطال عشان هو وصيف بطل الدوري التونسي اللي هو الترجي السنة اللي فاتت لكن برضو أرقامه والموسم اللي فات وأنه ييجي وراء الترجي كوصيف للبطولة بفريق نقطتين تقولك لا أنه فريق مش بالهين يعني مش فريق سهل على الإطلاق قمته التسوقية تقريبا معربة من حوالي 10 مليون يورو وبالتالي يعني واضح أنه الإدارة بتاعت النادي استثمرت بشكل جاية جدا وجابت صفقات مهمة جدا في السنوات الأخيرة متوسط عمر لعبين عندهم في حدود 24 سنة أو 25 سنة بـ 20.9 بالتحديد يوسف العبداللي كان مهاجم الفريق السيزن الأخير لكن ده احترف مشي في شهر يونيو اللي فات راح لأهلي جدة عندهم من العيبة المميزة زياد العلوي عندهم حسام طقة دول اللعيبة اللي يمكن يلفتوا الأنظار بشكل كبير أو اللي ممكن يكونوا مصادر خطورة على النادي الأهلي في مباراة بكرة لكن استعراضي لشكل أهلي طريقة اللعب التشكيل اللي هيختاره مستر كولر رأيكم مازال مطلوب طبعا في فكرة السلاسي اللي هيقود هجوم النادي الأهلي في مباراة الغد وهنتراحه ونستعرضه معكم وناخد فيه رأي نجم حلقاتنا النهاردة كابتن مجدي طلبا بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم اشتركوا في القناة هو مش بس الحقيقة يعني الفرق التونسية او الكرة التونسية انت لو جبت كده كشف حساب للأهلي المصري في كل ملاعب القناة الأفريقية هتلاقي كافة الأهلي بالتأكيد هي الأرجح بس يعني احنا القاعدة الأساسية عندنا انه كرة القدم ما بتعترفش لا بالتاريخ ولا بالأرقام وانه كل مباراة لها ظروفها وزي ما المباراة دي صعبة علينا عشان بتتلاعب في اول انطلاقة او اول مباراة رسمية في بداية الموسم واول مباراة لميستر مارسيل كولر اللي بيكتشف بها مش بس الكرة في مصر لكن كمان الكرة الأفريقية مباراة خارج الأرض جمهور يعني جمهور التحدي المنسية هيكون حاضر بالتأكيد بقوة لكن زي ما هي صعبة علينا هي بالتأكيد كمان صعبة عليهم وتعالوا نفرد وراءنا كده ونتكلم في سيناريو مباراة بكرة ليه صعبة علينا وليه صعبة عليهم وازاي ممكن لأهلي يتجاوز الصعوبات اللي هتوجهوا في ملعب تحدي المنستيري بكرة ان شاء الله في اول مشوار في بطولة افريقيا مع واحد من النجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر كابتن ماجدي طلبه بشرفة من عرض بسادسة بسأخيري كابتن ماجدي أهلا بيك وحشنا كتير جدا 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 ونستمتع بيك دايما وخليني قبل بس ما تكلم على مطش بكرة ازاي شايف يعني تقييمك لفترة الفترة تولى فيها ميستر مارسيل كولر المسؤولية شايف ساعات الاهلي عموما للموسم الجديد مش بس المطش بكرة ازاي شايف صفقات الاهلي اللي دعمت بيها قدرت ندير أهلي صفوفه ازاي ودورها ايه في بداية المشوار بكرة ان شاء الله طيب دي اسئلة كتير تقييم عمل المرحلة كده كابتن ماجدي طيب اللي احنا لست متفرجناش او مشوفناش انما التصريحات اللي كان اللي بتخرج وتصدر عنه كلها تصريحات تنم عن الراجل عنده قدرات عالية ايه وقدرات ذهنية وفنية كبيرة جدا خاصة في تعامله في الطريق طرحه للاختيار ومواصفات اللي عاوزها في البرزيشن او في اللعيبة في المراكز المعينة اللي بيبا عاوزها يعني لما يتكلم على رأس حربة عاوز رأس حربة مهاجم يكون سريع جدا ويكون اخر سنتين بدون اصابات عنيفة ومشاركات كبيرة وبنسب تهديف مقبولة دي بتوريك راجل بيفكر من واسع ما عنده حدود دايقة لأن المواصفات اللي بتتقال دي دي هتوسع لل اللي بي بيختار والفاوض المجال مش بيزنقوا ويحصروا في في أسماء معينة وده شيء اعتقد ينم عن إنه راجل عنده خبرات جيدة جدا زائد عنده ثقة في النفس بشكل كبير جدا لما يجي يقول لك إنه مش بالضرورة يكون جايب أهداف بنسب عالي قوي إنه بنسب مقبولة ده دليل على إنه عنده ثقة في قدراته هو ككوتش إنه هيتور منه في طريقة شغله أو بالنسبة لطريقة اللعب بتاعته أو في تطوير القدرات اللعب العمومي هل تعتقد أن الفترة اللي فاتت دي اللي تخلى لها ثلاث مباريات ودية كافية لإنه الهيت كوتش يقدر يقرأ إمكانيات اللعيبة يعرف إزاي وظفهم يعرف إن قط القوة وإن قط الضعف يعني يمسك القوميش اللي معاي يقدر يبقى مالك أدواته بشكل كامل ولا تحتاج وقت وحتاج مشاركة المباري قطعا قطعا لس إنما هو ياخد بياخد صورة أو ياخد إيكونة كده عامة إنه التيم بتاعنا ده مثلا بيتميز بالنواحي المهرية عنده هيحط إيده على بعض نقاط الضعف اللي هي مثلا النواحي البدنية عندنا مش مزبوطة وهو كلم فيها دي صور العامة اللي يقدر يبصلها إنما القدرات بتاعة اللعيبة هتظهر له أسبوع بعد أسبوع يعني ممكن يكون شايف النهاردة مجدي يلعب في الحتة البوزيشن ده ومع الوقت يشوف إن مجدي يقدر يلعب في البوزيشن التاني فدي أكيد بتاخد وقت إنما ثلاث ماتشات أو فترة العموم اللي هي الشهر دي غير كافية إنما هتدي له زي ما قلتلك صورة عامة بإن التيم اللي معايا طبعا هو أكيد عارف مين الناد الأهلي قبل ما ييجي إنما دي هتدي له صورة عامة بقى للوضع العام بتاع التيم اللي هو شغال فيه من زي ما قلتلك بوضع إيده على نقاط الضعف الموجودة اللي لازم يقويها وأعتقد أنه بدأ يتكلم فيها وأنا عندي بعض المعلومات اللي أتكلم عن الناس على التحديد بيعيزو مش كل حاجة هتتقال في الميديا أهي أنا بتهالي كمان من حصنا حظنا إنه الموسم ده متقسم بالشكل يحني مفترض إنه بالمناسبة هو بكرة هتكون برضو قرعة الدوري قرعة مفتوحة مش موجهة ومفترض إنه بعدها بأربع أو خمس يام هيتم الإعلان عن يناير فترة أوليلة هيكون فيها بطولة كاس العالم فالمسابقات في معظم أنحاء العالم ممكن هتكمل عندنا فيه توقع أو اقتراح أنه الدوري يكمل عندنا يتلاقي فيه ثلاث مطشاط أثناء فترة الكاس العالم بس معظم البطولات في العالم هتبقى وقفة في التوقيت ده فبالتالي هيبقى عندك فترة أوليلة جدا بس الغات يناير عشان تبتدي واحد يكون هو قرى العيبة بشكل كبير وأعتقد دي هتكون فترة كافية اتنين تقدر تحدد احتياجاتك ثلاثة هيبقى التوقيت مناسب لنسوء انتقالات على العالم كله هو قال كده هو نفسه قال كده الكلام ده قال لك أننا محتاجين أننا نستعجل أو نتعجل في أننا نختار دلوقتي في خلال الأيام القليلة اللي باقية حد عشان نجيبه ويشتغل مش بالضرورة خالص ما نعملش هدك لنفسينا وندور براحتنا على أساس على يناير نكون جبنا اللي احنا عاوزينه بالضبط ده دليل على أنه مبدئيا راضي بالتيم كتيم مبدئيا راضي بالقصة اللي موجود فيها كلها عنده ساتسفاكشن باللي شايفه عنده تفاؤل بالفترة اللي جاية والسوسرين عموما زي الساعة منظمين منظمين من الشعوب كمان المتفائلة جدا يعني ما تيجي تتكلم مع أي حد من سؤال عندي أصحابي يعني يعني في عز الصعوبات ما تلاقيهوش مش تكي عنده دايما تفاؤل أنه في حلول وأنه في عشان عنده دايما عشان عنده دايما فكرة الشغل لا هو كمان يعني كان ملفت بالنسبالي وأنا بأتابع يعني الترشيحات أو المفاوضات مع مرسائل كولر أنت عادي سويسرا مش داولة من الدول الكبيرة في أوروبا في كرة القدم فكان بالنسبالي ملفت جدا أنه مدرب سويسري يطلع يشتغل في ألمانيا يلعب في البونزليجا يدرب فرقتين في البونزليجا وبعد كده يروح يدرب منتخب النمسا ويلعب بطولة شامبيونزليج ويلعب بطولة ويصل لمنتخب النمسا اليورو فإنه يحصل من مدرب سويسري ذا معنا أنه قدام كفاءة قدام قدرات برضو محترمة جدا السويسرين ككورة كتيم كتيم زي عني ما عندهم مش حاجات كبيرة في الكورة إنما مشهورين بحاجتين بيخرجوهم من السنين الأخيرة الحكام والمدربية عندهم عندهم مدرسة دربية جيدة لأنهم فايلر جي معظم اللي هتلاقيهم مدربين سويسريين هتلاقيهم كانوا شغلهم في ألمانيا لأنهم قريبين جدا من ألمانيا ففيه منهم كتير لعب في ألمانيا فهم دول اللي ما بيكملوا في الكورة بيختاروا تدريب ويشتغلوا بيبقوا حاجة كويسة وعلمة كويسة يعني أوتمر هيتسفيلد رمز التدريب في ألمانيا كان معظم شغل في سويسرا فالمدرسة السويسرية كانت تدريب لأنها قريبة جدا من المدرسة الألمانية بتعتمد على الانضباط والأداء الجماعي التكتيكي المنضبط إحنا لسه خلينا ناحية المعنوية كابتن مجدي لسه ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم لسه ما بتدناش ما بتدناش ورغم كده الفترة اللي فاتت اسم النادي الأهلي ارتبط في تفاصيل كتيرة جدا وبعضها لأسف تفاصيل صغيرة جدا بحالة توتر بكم كبير جدا من الإشعاعات بمرتبط بالصفقات مرتبط بعقد الرعاية مرتبط بدور مجلس في المركات أو في سوق الانتقالات فرقة الكورة لعبة الكورة بتبقى الحاجات دي وصلها هم أسرة ولا جوه النادي الأهلي قص صغير ويبقى فيه انفصال تام وخصوصا بداية المشوار يعني برضو صعب يعني احنا مش نعم مش هبتدي بكرة ماتش في الدور احنا بكرة في الدور يا أبطال يا إما تكمل يا إما تخرج بر بص الحاجات دي ممكن كان زمان نقول إنها شوية يوصلوا أو سوية ما يوصلش أو اللعبة المتنفذة الكبار هما اللي بقوا عارفين الكواليس وبقية اللعبة ما يعرفوش إنما في العصر اللي احنا عايشين في ده كل الناس عارفة كل حاجة السوشيال ميدا ما بتسيبش حاجة لحد ما يعرفهاش إنما هنا دور وستراتيجية نادي الأهلي وعقيدة نادي الأهلي في الشغل وتاريخ نادي الأهلي في الشغل هنا دور دور مدير الكورة دايما كابتن سيد أعكيد كابتن سيد أين بدور مهم جدا جدا في السنين الأخيرة خبراته ما شاء الله بقت خبرات رجل كهل في سنه الشباب الصغير ما شاء الله فيقدر إمتى يضبط ويضبط الإقاع بتاع اللعبة وإمتى يستغل ده استغلال إيجابي لأن اللي انت شافه ده كله السلب اللي انت شافه ده كله بيتحول الإيجابي بطريقة ما بطريقة دوافع معلاء بالضبط كده بالضبط كده كنت أنا قلت لك قبل كده كلام دوت فأيام نحن كتلميديا بتكتب علينا أن إحنا كذا 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 كلام سلب جدا وإن التيم التاني بيلعب بروح الفنين اللي تنادي الأهل الحمراء وهكذا فجي كابتن سابت قاعد معنا ورح مورينا الكلام ده كله فضلوا الكلام اللي بيتقال واللي عايز يرد 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 في الملعب طبعا واللي مش هيقدر يرد يبقى يبقى براحته ويبقى المكان بتاعنا مش ما يسعهوش فدي بتبقى نقط يقدر كويس جدا المدير الكورة يقدر يستغلها استغلال إيجابي بالإضافة لأن الموسم ده يا أحمد هيبقى موسم بداية المواسم العصفة القادمة ديوك توقع أن المواسم اللي جاي بعد كده عصفة من ناحية ايه يعني العواصف جاملة من كل النواحي ليه بقى لأن أولا المنافسة احتدت جدا آخر سنتين ما كانتش قبل زي السنين اللي قابليهم دي نمرأ واحد نمرأ اتنين عدد الاتيام احنا عايشين في الجو ده من ساعة بيرميز من ساعة ديقول بيرميز من ننساش ده السنتين الأخنيتين تيم ناد الزمالك تفوق ووصل لمستويات ما كانتش موجودة الفترات اللي قبل كده نمرأ ثلاثة انتشايف ما عليش تسمح لي قاف معاك في النقطة دي لو كاننا على آخر موسمين تحديدا محلية لأن نحنا تقلقنا وتوهجنا حتى بما فيهم الموسم الأخير ده نص السيزن الأولاني ما كانش في حد بيقى فدام النادي لآه مزبوط هل شايف انه نهاية الموسم او الجزء التاني من الموسم كان في ظل ظروف طبيعية يعني اللي حصل ده نتيجة فعلا التراجع مستوانا وتطور مستوى المنافسين ولا كان في عوامل تانية برضو قدت للنتيجة دي في عوامل تانية بس لو التيم التاني المنافس مش مش متطور وإحنا ما كناش تراجعنا ما كانش هيحصل النتائج دي إنما هم استغلوها لأنهم اتطوروا لأن قبل كده المواقف دي حصلت ومعرفوش استغلوه وكنا احنا اللي نكسب متوقع المنافس السنة اللي جاء تبقى أصعب هتبقى أصعب لأن دخول فرق بيراميز السنة غير بيراميز السنين الأبليكات دخول في تيم زي فيوتشر أنت بتتكلم على أن المطشاط صعوبتها هتبقى درجتها أعلى طبعا ولا بتتكلم على منافسة المنافسة على اللقبة كابتم يعني ما بتقول بيراميز أو بتقول فيوتشر شايف الانديها دي تقدر تنفس على اللقبة دي دي مفتاح دي المنافسة الشديدة هي مفتاح المنافسة على اللقبة لأن أنت من الخد الدوري السنة اللي فاتت الزمالي الزمالي خد الدوري نتائجك إيه معه كست مرة وتعدلت مرة يعني أنت خصم منه بنت واحد أنت كذبت منه أربعة بنت وهو خصم منه بنت واحد وهو واخد مننا بنت مظبوط وهو الخد دوري يبقى أحنا خصني الدوري من إيه من المنافسات التانية وحاجة تانية يعني نحن على فكرة بالمناسبة يعني رغم رغم اعترافي يعني أبصم بالعشرة كده أنه الأهلي نص الموسم التاني كان مستوى متراجع جدا عنينا من الإجهاد والإصابات وكورتنا ما كانتش حالة أنا متفهم ما حاجة في كده لسه لما تيجي تبص للأرقام وأنا بحب دايما لغة الأرقام تلاقي أنه الأهلي قسل الدوري يعتقد بفرق ست نقاط ست نقاط دول لو كان فيه خمسين في المائة عدلة تحكمية في مطشرة الأهلي كنا خدنا أحمد الكلام ده بيحصل معنا بقاله كتير مش الموسم اللي فات ده بس لا وحصل قبل جدا كتير أنا قلت أول الموسم ده أنا عايز أحط في حساباتي التحكيم يعني حتى الأول حكم خربي أنا عشان كده معلش أنا عشان كده أنا عاوز أني أنا أشيل من ذهن كل حد في النادي الأهلي وكل حد بيشجع النادي الأهلي وكل حد مرتبط بالنادي الأهلي خاصة اللعيبة أني مش عايزوا نفكروا في قصة زي دي خالص لا ولا إحنا إحنا عايزين أني إحنا نعمل شغلنا 100% بس وهو ده تبقى تركيزنا لأن إحنا لو عملنا شغلنا بتركيز خلي بقى لك دي أثرت فينا برضو يعني المرحلة بتاعة الأخطاء التحكمية اللي حصلت في وسط المبريات أثرت في الأداء بتاع اللعبة نفسها انعكشت عن اللعبة نفسها نتيجة القيلة والقال والدوشة والاستمرار في الحديث عنها حصلت مشكلة آه كبيرة ومؤرفة ومتعبة ومشكلة كبيرة لازم أحطها على الجنب مش هي دي اللي تعطلني ما خليش دي تعطلني بالعكس أنا لازم أزود من عزمتي لازم أزود من إصراري على أن أنا لازم أزود من درجات تحدي البداية مهمة جدا جدا خلينا نأخذ مفتاح البدايات منك كابتن مجدي بس ما تسمح لنا نروح لفاصل شكرا نكمل كلاما شكرا نكمل كلاما شكرا نكمل كلاما وما موجود ضغط في كورة بكاية مثل تسميها العكاية نقتطع دينا بعد عاجة عادية نعيشوا بنية الضغط بلنسا مش معنا تلعب خطنة زي مش تلعب الكورة مش معنا مش عاجة عادية سي نرماض في زيوناج أعطاني 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 نقاط ضعف قاعدين ركزوا معنا بشنا نحاول نمسوهم في الحكاية تلبية إن شاء الله من هناك في الوش كل ما قطلكم ونحاول نلعبوا معنا بفتية على الأخر خاطر كان بشتهاج نزادل بو برشا بشنا تخليدي الاسباس واللي وضروا بشناك إن شاء الله قلوا تربي معنا نعديوه الأفضل أول حكاية يزمن نقلوش حتى بنتو ويزمن نحاول مركي إن شاء الله بشنا بشنا في الراحية وانترى الشباب ده يعني ده حسام تقا واحد من اللعيبة الحقيقة مميزة في فريق اتحاد المونستيري وده كلامه على المباراة اللي مرحش بعيد يعني في حدود طبعاً اللي قدرت أستوعبه من كلامه وحطه كمال على كلام داركونوفيتش اللي عرضنا لحضراتكم في بداية الحالة الناس مدركة تماماً أو كلامهم تركزهم كله فاكرة إنه اللي هتقدر تعمله مع الأهل يعمله في تونس لأنك هتروح في القاهرة بعد كده الدنيا صعب وداركونوفيتش كلم في نفس الجزئية برضو إنه أهم حاجة بيحاول يعملها في مطش بكرة إنه يحاول يسجل في مرمى النادي الأهلي لأنه مدرك تماماً وجرب الرجل ولعب معنا بس لما كان بيقودوا فاق الصيف طبعاً في النسخة الخيرة من دولة أبطال فعرف إن الأهلي في القاهرة مباراة بتكون في غير صعوبة فحسام طقا بيأكد عن نفس الفكرة إنه بكرة يحاولوا إنه هم يلعبوا على نقاط الضعف يعني زي ما هو بيتكلم ويحاولوا يعني يكونوا مصدر خطورة عن هذه الأهلي ويحاولوا يعملوا أفضل نتيجة ممكنة فيما ألعبهم في تونس قبل طبعاً مباراة العودة اللي هتكون يوم السبت الإسبوع اللي جاي مباراة صعب عليهم بردو يا بتهالي زي ما هي صعبة على مرسل كولر وعلى لعبتنا لأنها بدأت موسم يعني قصة بس مش حسابات فنية مش قياسات بين قدرات فرقتين وقدرات أجهزة فنية توقيت المباراة فرض صعوبة هو ده أصحب حاجة توقيت المباراة هو أصحب حاجة هو أصحب حاجة بس نحن بالنسبة لنا كمان في فكرة إنك بتلعب بره في تونس الملعب والجمهور وهم بالنسبة لهم أنهم بيلعبوا في 32 مع الأهلي يعني جاي في حظهم عملاق قارة أفريقيا في دول 32 فكل فريق من الاتنين عنده صعوبات مختلفة شوية عن الفريق التاني طيب هو تيبي الناد الأهلي اللي موجود حاليا النسكوات اللي موجود ده كله عنده خبرات جيدة جدا في اللعبة خارج الأرض لأنه كل اللعبة تقريبا اللي موجودين مع ده اللي دخل الجداد شادي شادي ومصطفى وبرونو سافيو يعني برونو سافيو درجل بروفيشنال ده بلعفاية حتة مش فارغة معه مش فارغة معه إنما هو شادي بس أو هو ميسي مصطفى ميسي هم دول اللي هتبقى مع عرش نسبة مشاركات ما تبقى إيه من البداية من البداية من عدمه إنما بقيت لسكوات كله واخد على خوض المباريات خارج خارج الأرض يليس لعبة كاس عالم ولامة ما بأمونيخ ولامة ما بالزبط كده فعنده ما عندهمش حتة قلة إنه إنه يلعب خارج الديار أو خارج مصر إنما المشكلة هي إنه التوقيد بتاع المباراة مباراة في أفريقيا في تصفيات الدور التمهيدي نوك أوت فبتبقى هي دي اللي عاملة نوع من أنواع القلق شوية لأنها بتبدأ بها السيزن يعني أنت ما بدأتش مثلا أربع خمس مباريات في الدوري وبعد كده تريح لاعب أو أنت زي ما كنا بيحصل قبل كده ما كانتش الدوري بتاعنا لسه خرص ومنبدأ في البطولة الأفريقية الجديدة فأنت بتبقى رجلك لسه في الفيلد إنما أنت واخد راحة وراحة كبيرة ما تنساش إن إحنا لعبتنا ومدينهم راحة آخر حوالي ست ماتشات سبعة ماتشات أكيد محتاجينها كابتن ماجد أكيد محتاجينها أكيد محتاجينها ملون في المية إنما في الآخر هي راحة بعيدة عن ماتش أكيد ذهنه دلوقتي أصفى أكيد حركته تبقى أفضل أكيد اشتياؤه للملعب أفضل لكن مش لفه النقاط المهمة أو نقطة الإيجابية كمان إنه الكل عاوز يثبت جدارة للكولر فدي نقطة مهمة جدا بالنسبة للتيم بتاعنا الحاجة الثانية إنه هو متعود على إنه يلعب مع الفرق دي ولازم يستغل لازم يستغل الرهبة اللي هتبقى موجودة عند لعبة التحاد الموليستير يقولوا زي ما يقولوا ويتكلموا زي ما يتكلموا كل حاجة في الملعب الرهبة موجودة لأن ده الند الأهلي ودي أول تجربة لهم قدام الناد الأهلي بتبقى مهما تكلم كويس ومهما كان عنده سيلف كونفدنس أو في رهبة موجودة لازم لعبة الناد الأهلي دي يستغل لها كولر بيفكر في موتش بوكرا إزاي هو عارف كويس جدا إنه جماهير الأهلي مستنية تشوف الأهلي تحت قيادته وعارف إنه بيلعب مباراة نوكاوت زي ما حالك قلت ما تحتملش أو يعني المباراة نوكاوت بشوف فهل بكرا يبقى متحفز هل بكرا يلعب بطريقة إنه أأمن نفسي بإنه نخرج بأفضل نتيجة ممكنة ولا لأ أنا الأهلي وأنا أول ظهور وأنا عارف إنه الجماهير مستنية وعايزة تطمن على شكل سكوات إنه بكرا مش بس دول 32 بكرا الأهلي في الموسم الجديد فأغامر ألعب كورة هجومية ألعب كورة مفتوعة حسابات كولر ممكن تبقى ماشية الأوروبيين دايما بيشتغلوا حسب الوضع اللي موجود هو هنا عارف إنه قدامه الوقت عشان يشتغل ويطلع ويظهر شخصية النادي الأهلي وكل حاجة إنما في ماتش في بداية السيزن ونوك أوت لازم أبقى أور جدا ولازم أبقى أخر طبعا هحاول هيظهر بعض الرطوش اللي حطاها على الفرقة دي أكيد هتظهر إنما أكيد مش كلها أو أكيد مش هو ده الشكل النهائي اللي هيبقى عايز نشتغل به أو هيبقى هي دي الطريقة طبعا إنما أنا الأول أبدأ أعدي الخطوة الأولانية وبعد كده في المسابقة بتاعت اللونج رام بتاعنا بقى أبقى نجري براحتنا ونودي براحتنا ونشتغل براحتنا ونوري الشخصية بتاعتنا براحتنا إنما الهم الأساسي إن أخرج من هذه المباراة عشان أدخل في دور المجموعات وأبدأ أخذ نفسي والتيم بأي نتيجة وبأي شكل ثقة للتيم ثقة الجهاز الفني ثقة الجمهير هتبقى خطوة إيجابية للقادم عشان يقدر يشتغل عليه ويبن عليه وأكيد هيبقى زي ما قلت لك هيبقى فيه حاجة بتتعمل هو أيها الرطوش هتبان الرطوش هتبان يعني رشته اللي حطتها هتبان هتبان إنما مش بالضرورة تباني الصورة بالنسبة لواحد زيك يعني مش والاحتراف لعبت أهلي خدت بطولات منتخب مصر تقدر تقرأ يعني عارف تماماً إنه محتاج وقت عشان أشوف شكل الأهلي بصمة مرسلك إنت تعرف تقرأ تعرف تقرأ طبعاً إن شاء الله مستني إيه منه يعني إنت عشان تقول إنه لا إحنا بتدينا بدأك وعيسى والراجل ده هراهن عليه جداً مستني إيه منه بكرة في ماتش بكرة أنا مستني مستني طريقة لعب مستني تشكيل مستني مستني بعض التوظيف توظيف لبعض الأماكن اللي ما كانتش موجودة مع موسيماني مستني مستني أشوف إنه في ثقة في الأداء الهجومي ما فيش يعني وانت معك كرة في تحرر ما فيش ألأ وانت معك كرة أكيد في دفاع وانت معك كرة في تحرر تشتغل بتحرر ما عندكش مشكلة خالص في جزء ناس ما كانتش موجودة مع مستر موسيماني لا 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 ما كانتش في تحرر خالص وهو ده اللي خلى فيه مش عايز أقول سوق مستوى بس ناس كتيرة ما كانوا يشوفوا مستوىهم لفترة طويلة لفترات طويلة عكس ما كانوا قبل كده أو في بداياته أو كانوا مع فايلر كانت إن واحد والطاقات كانت متفجرة جدا وكانت باينة جدا نواحة الهجومية بتاعة سين وصادعين شو عايز أسمي سامي يعني كانوا كانوا من نواحة الهجومية بتاعتهم فعالة أكتر فعالية وأكتر إيجابية طب بما أنك ذكرت حتة الهجوم عايز أخذ رأيك هجوميا الأهلي السندي بالتأكيد مختلف للسببين واحد هو أكتر خط في خطوط الأهلي التلاتة اللي فيه ازدحان في أسماء النجوم اللي موجود أسماء اللاعبين اللي موجود عندك وفرة كبيرة جدا مش حصل في خط النص مش حصل في خط الظهر ثانيا إنه معظم صفقات الأهلي كمان اللي دخل جديد واللي عايز تثبت أكيد بالتالي في صفقات جديدة دخلت على سكواد حجم المنافسة في كل مركز بقى شديد جدا وبالتالي مفترض جماعيا يصب في نصحة الأهلي هجوميا شايف ده ازاي وشايف تأثيره على الأسماء اللي موجودة ازاي طيب وهتختار لي بما أن نحن النهاردة سؤال حلقة كمان أفضل ثلاثة يقود خط هجوم النادي لأهلي بكر أسمع رأي أنا أسمع رأيك في التشكيل كله أنه سايف واحدة من الحاجات برضو علامات الاستفاهم الكبيرة عن مرسال كولر بس خليه بما أنك ذكرت الناحية الهجومية نخلص الحتة يعني الناحية الهجومية كانت عندنا فيها مشاكل السيزن اللي فات خاصة في الراوند التاني أنا كنت شايف أن مع موسيماني في طول الوقت كان عندنا مشكلة في الجنحين في الجنحين آه كان عندنا مشكلة في الجنحين في توظيفهم أم لا في إمكانياتهم في الموجودين آه في الموجودين وطرية الأداء وطرية الشغل بتاعتنا في الجنحين دي كانت مشكلة وأنا أعتقد أن دي من الحاجات اللي لفتت نظري في كولر أنه حطي إيده على القصة دي وأنه نتكلم في القصة دي نحن عندنا المشكلة في الحتة دي والحتة دي عايزين عايزين نطورها وبدليل انه الطلبات اللي موجودة ان المهاجمين يكون منهم جناحين عايزين منهم جناحين لان شغل الجناح مختلف تماما عن شغل لعيب بتاع وسط الملعب يعني الجناح بمسمى الجناح لان في شغلي دلوقتي ما تيجي تكلم اي لعيب بتاعب بلعب وسط الملعب يعني تمانية ولا تسعة ولا تمانية ولا ستة ولا عشرة ولا عشرة لا بلعب سبعة وواحداشر تب سبعة وواحداشر دل وينجز هما المفهوم اللي عندهم دلوقتي ان سبعة وواحداشر دول لعبة وسط ملعب أساسا لا هما لعيب المفهوم ده ترى ما وصل يبقى فيه نقص في في المعلومات في نقص في التوظيف في نقص في أني أقدي المهمة بتاعتي كمان باغي لأنني لما أقول 7-11 دول وينجس على طول وينجي يعني لازم يكونوا طيرين خليها أسألك بنظرتك أنت يا كابتن ماجد هل في لعيبة أنا مش عايز أذكر أسمي بس يعني عايز أتكلم على الكيس نفسها قال في لعيبة ممكن تبقى مع مدرب مطفية قوي مع مدرب تاني في نفس الـPosition أو حتى لو تعملها غير مركزة في ملع تلاقيهم في حتى تانية القصة مش قصة إمكانيات قصة بس كيفية توظيف الإمكانيات ديت يعني هي إمكانيات أكيد هي إمكانيات لازم تكون مرتبطة بالإمكانيات بس أنا شاف إن الإمكانيات دي أوظفها في الحتة دي يعني إمكانيات عشان نوضح للناس حاجة بسيطة جدا الموصفات بتاعت اللعيب الفلاني بتاعت أحمد إنه عنده سرعات كويسة ودريبلر إنه بصير فسرعات كويسة ودريبلر وبصير أخدوا جناح فيه واحد تاني يقولك لا أخدوا من وسط الملعب هنا هتفرق في إيه هتفرق في إن التمركز الأساسي أو الرئيسي بتاعي هو اللي بيحدد ماذا خطرتي أنا في الملعب يعني لما حطه في وسط الملعب يبقى أنا ببعده عن منطقة الثمنتاشر بنسبة 20-30 متر لما حطه جناح يبقى أنا بقربه من منطقة الثمنتاشر ومنطقة الخطورة بالـ 20-30 متر دول فهنا تواجده في المكان ده يظهر ويبرز خطورته أكتر من تواجد في وسط الملعب أنت عارف أنا قلت الكلام ده لأنه في الجيل ده وفي أجيال تانية كتير جدا فيه لعيبة في فرقها كانت بتبقى منورة جدا وكت تشوف لعيب كرة يعني تتمنى أنه يجي يلبس تشريط نادي الأهلي لما بيجي الأهلي بتحس أنه لا يعني ساعاتي أقول لك يعني فيه مصطلح كده ده يقول لك أصل الفانيلا تقيلة تقيلة أصل اللعيب ده ما يقدرش يلعب تحت الضغط أصل مستوى المنافسة هنا حاجة هنا وغير مستوى المنافسة هنا دي حاجة تانية دي حاجة تانية السبب الأخرى اللي انت كلمت فيه هو ده مهم جدا إنه هو في النادي بتاعه بيلعب بدون ضغوط ما ممكن يكون بيلعب مثلا في نادي سين ما عندهوش جماهير أساسا نادي بتاعه بدون جمهور وإحنا عندنا مشكلة في الدوري بتاعنا إن تلتين الفرق تلتين اللعب تلتين جماهيرية أكتر من تلتين كمان فإنت لما تيجي تشوف حاجة زي كده اللعيب بيلعب بدون ضغوط فبيخرج كل اللي عنده لأنه ما عندهوش حد وراه هيعمل حسابه إنه لو غلط هيحاسب فما عندهوش مشكلة إنه نسب الغلط عنده تبقى كبيرة إنه نسب المخاطرة عنده تبقى كبيرة فنسب المخاطرة كل ما كانت زادت وهو العيب كويس تظهر قدرات إنما لما يجي تحطي بقى تحت الضغط نسب المخاطرة بتاعته دي هتقل بيفكر في القرار مرة واثنين وثلاثة هيبدأ يفكر أنا هيتعمل إيه لو غلط هيحصل إيه فدي بتبقى مشكلة كبيرة جدا لو هو بقى لعب بارد وتلم ومش فرق معاه هنا تبدأ شخصيته هنا زي هنا زي هنا مش فرق معاه فيه لعبة فيه نوعية كده مش كتيرة بس موجودة عنده ثقة في نفسه عالية جدا مش فرق معاه ده يقول ده يعيد ده يسوي أنا هعمل شغل ده ولو ما عندهوش ده إيه ممكن يعوض ده يعني مدير فني ممكن يعوض ده الشغل مع أكيد اللعيبة كبات الفريق ممكن تعمل ده الثقة نمرة واحد ثقة الجهاز الفني في اللعيب اللي بتدهاله نمرة اثنين ثقة اللعيبة اللي حواليه في اللعيب نفسه إنه يكونوا مقتنعين جدا بيه دي مهمة جدا بتحصل في أوقات إنه طبعا بيحصل طبعا ما بيعاش فيه اقتنع طبعا طبعا أكيد ما احنا لعبت كرة في الآخر وشايفين كل السوق وعارفين فلما ييجي صفقة كبه كان فيه فلان أفضل بيحصل وجول ملعب بيبقى ليه تنسي لو جول ملعب لا 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 ملهاج دعو خالص 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 هي بتحصل في البدايات كلام إنما أول ما بيبدأ الشغل انتهى الموضوع والراجل جوه التيم انتهى الموضوع الكل يبيتعامل معاك تركب لنا من الأسماء اللي موجودة خط الهجوم أنا عارف طبعا أن كولر بكرة فيه نقطة فيها يعني ناحية جبية وهو نقطة فيها ناحية سلبية واحد إنه بما إنه جهاز فن جديد وبما إنه البداية المسم ده بداية طبيعية يعني أجهزة ورحة سلبية ثم فترة إعداد وجهاز فن جديد فبالنسبة له كل الأسماء اللي موجودة قدامه سوا سيئة طبعا ليش حد دعوة اللي فات ليه دعوة اللي قدام عيني فبتالي كل واحد فهو مالوش دعوة باللي فات بس واخد بريف عارف وشايف أرقام شايف مين الهداف بتاع الدوري مين أكتر حد لاعب مين أكتر هواحد عامل أسيس بياخده في الاعتبار من أواحد عامل اكس جي طبعا لازم تبع في الاعتبار بيحط ده في الاعتبار وهو شغال فبيطابق هذا الوصف أو هذه الاحصائيات على الأداء في التمرين وعلى الشغل بتاعه اختار لي السلاسي الأفضل من وجهة نظر كابتن مجدي طلبة عشان يقود هجوم الأهلي بكرة في مباراة تحدي من السيلي تراهن على مين يا كابتن مجدي مكر قبل ما نستعرض إجابات الناس يعني أعتقد محمد شريف شريف طبعا مع افترات طبعا أنهم كلهم جهزين إن شاء الله وحاليتهم بدانية والفنية تسمع شريف على يمين على يمين دي مشكلة دي مشكلة عندي في اليمين دي في النهاية من فترة طويلة للأسف شديد هنقول له طاهر ممكن محمد طاهر لعب طاهر يمين وفي على الشمال ممكن يبقى هو بلسيتاو شغال بلسيتاو لا لسه بلسيتاو يعني فيه احتمال أنه هو يبقى جاهز قبل موارات العودة وإن كان احتمال ضعيف لكن عندك عبدالقادر عندك الشحات لا كهرباء لا كهرباء مش مقايدة في أفريقيا مش مقايدة في أفريقيا لا عندي جديد عندي عبدالقادر 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 لازم أقوله كلمتين عبدالقادر لازم أقوله اشتغل زي الفترة اللي انت اشتغلتها وبدأت بيها ما تشعرش بان انت عملت حاجة لسه يعني ما تخليش الشعور ده يدخلك كلنا بدأنا وإحنا صغيرين وكلنا الناس كلمت علينا وإحنا صغيرين وانسى ان احنا عدنا نفكر في الكلام ده خد مننا من تركيزنا شوية صحيح ما تفكرش في اي حاجة تانية غير انت تشتغل على نفسك وتشتغل الشغل اللي انت بسببه اشتغلت هو الحقيقة عبدالقادر من الكوالاتي اللعيبة لو حط كله تركيز فوق يشتغل على نفسه وما يوقفش يعني طول الوقت بيتطور ويشتغل على النواقص اللي عنده أنا شايف انه عبدالقادر وبعدين لازم عنده معاه فرصة مهمة جدا الكوتش اللي معاه مارسي الكولر لازم يستغلوا أقصى درجات الاستغلال صحيح طيب خلينا نشوف الناس رهنة على مين في مطش بكرة ندي فرصة كده الجمهور الأهلي نشوف سأخير يا أحمد وان شاء الله بكرا نفوز أنسب ثلاثة خلات هجوم سافيو وشادي وعبدالقادر سافيو انت استبعت هو يمكن معظم الكلام جاي من الراجل بالشاعة سافيو عشرة موظفه مش جناح مش جناح بس هو بيلعب جناح وهداف ويمكن اكتر اهداف سجلة كان في مركز الجناح عمر السايح سافيو شادي حسين وحسام حسن في ناس كتير برضو بتتفكر توظف شادي على انه جناح بلونه سافيو محمد شريف احمد عبدالقادر ده محمد درغام توقع ان شاء الله بداية موردكم بشادي حسين وعبدالقادر وحسين الشحات والتغييرات تكون سافيولا مكان الشحات سافيو سافيولا ده بتاع ارجنتين سافيو مكان الشحات وطاهر مكان عبدالقادر وشريف مكان شادي تمام يا حسن حسن ده هيغير اهو غالبا نازل يكسب خمسة ستة فهيدي ثلاثة الاولانيين نصر شط الاولاني الثلاثة التانية شط التانية عمار عمارة بختار شدي حسين حسام حسن وسافيو اعتقد برضو جزء بين مجموعنا دي اهلي عايز يشوف سافيو بكرا وفيه جزء كمان نفسه يشوف شادي احمد ابول خاشم تقريبا حسام حسن طاهر محمد طاهر سافيو ممكن تكونش عايزة تشوف سافيو وممكن ممكن الكوتشي يبقى يحاسب عشان القصة دي تحديدا انه يحافظ عليه ويبدأ يتدق ويشتغل به هنا لان الماتشي اللي هنا هيبقى نسبة الهجوم بتاعته اكتر نسبة الشغل على المرمى النافسة هيبقى اكتر من هناك ممكن يكون هناك هيحتاج اجنحة تشتغل بشكل ايجابي المساعدين جايدين في النواحة الدفاعية عند خسارة الكورة ورد جدا انه يبقى الصفقة اللي هو ايه علاقته بالصفقة ديت هو اللي جايبه او هو اللي موصل به لا سافيو جاي قبل ايه هنا ما تب انا بقول كده ليه لان دايما الكوتش اللي بيبقى جايب صفقة ومهمة بالنسبة له وعارف انه انه هيبقى اضافة ليه في بداياته خالص ما بيحبش يحرقه يحب دايما يحطه في الوقت في التوقيت اللي ينور فيه اللي ينور فيه اللي يبدأ ياخد في كل الناس تاخد ثقة فيه على طول من الاول لان دايما عند الاوروبيين ده وهو في العالم كله عند الاوروبيين جدا معروف جدا اللي انطباع الاول مؤمنين به جدا اللي انطباع الاول يدوم اه فانا عايز اللي انطباع الاول اللي ياخده الجمهور عن سافيو يبقى ايجابي والله برضو في اوقات كتير جدا بحيث يعيب صرف النظر عن سافيو انه لعبت الكرة يعني كان الله فعونها انه في اوقات تلاقي مدير فني مش مقتلع بلعب خالص ومقعده على طول دكة وما بيدلهش فرصة مشاركة حتى لما بيدله فرص عرف الفرصة المستحيلة انزل ورينها تعمل ايه في المباراة تقريبا مقفولة ميتة او في وقت دايق مش تلحاش تعمل فيه حاجة ويجي مدير فني تاني تلاقيه منتهى الاقتناع انه ده افضل ايه في مركزه ده حصل يعني حصل بس بس هنا خلينا نتفق على ان السابقة و 9 مام 9 ومام 9 مام 9 مام 9 و 8 مام 9 مام 9 مام 9 مام 10 ومام 9 مام 10 مام 10 في مصر في مصريين عندنا المشكلة دي الخواجة لا يوجد ضعوة الخواجة لا تفرق معها حاجة يعني لا يوجد حطة يحب ويقرأ مقتنع أو لا مقتنع تمام أذهب معك للطريقة والتشكيل بكرا يعني أنت يمكن اخترته والجمهور اختاره واضح طبعا أنه في رهان على أسافيو على عبدالقادر على كل الأسماء يمكن تقال ومن الصعب حتى أنك تسأل جمهور بنادي الأهلي النهاردة التشكيل أفضل بكرا تلاقي لو سألت عشرة هتلاقي عشر تشكيلات مختلفة لكن في النهاية الراجل برضو ما عرفش يعني أفريقي يعني كل الأسبوع اللي فات في التحضير للمباراة من قبل حتى الفرقة ما تسافر الراجل بيذاكر فرقة الاتحاد المونستير وبيحلل أداءها وطالب أرقامها وطالب مطشطها وما لعبوا مع الترجي عشان الدولي عندهم كانت أجل فتلعبوا مع الترجي مباراة كده اتعادل معهم الترجي فيها واحد واحد فواضح أنه راجل مذاك لكن في النهاية بالنسبة للمديل فاني سويسري أول مرة بيطلع في أفريقيا بالنسبة لتونس زي زنبابوي زي جنوب أفريقيا زي نيجيريا ما عندوش برضو كل التفاصيل في المباراة زي دي هل تعتقد حضرتك أنه وأنا بختار طريقة اللعب وأنا بختار التشكيل بيبقى قرار واضح طريقتي أنا وعلى الخصم أو المنافس أنه يتعامل مع الأسلوب اللي أنا هلعبه أنا فاعل والمنافس رد فاعل ولا بيحط في اعتبارته حاجات كتير جدا أنه تلجأ للعيبة اللي لعبة أفريقيا تلجأ لعيبة الخبرة تلجأ للمدرب الوطني المساعد كابتن سامي قمصان الطريقة أو التفكير في الطريقة والتشكيل قبل ما تشوف الطريقة والأنسب والتشكيل أنا هنا أعتقد أنه خد جرعة كافية من سيد وسامي أكيد لأنه زي ما أنت بتقول أنه دخل على تجربة جديدة في أفريقي مش تجربة جديدة كمدرب لا تجربة جديدة كأجواء أكيد هيتقال له خاصة المباراة الفرق التونسية مع الفرق المصرية دي لها سبيشال كيس طبعا أكيد هيتقال له أنه هو أكيد عارف الفرق دية الأول مرة بتشترك في بطولة أفريقيا أكيد دي هتبقى بالنسبة له مش مهم بالنسبة له أو إذا كان جديدة أو قديمة أو كبيرة أو صغيرة إنما أنا أعتقد أنه هو زي ما قلت لك هيبقى فيه رتوش هتبقى بينلنا من طريقة اللي هو عايز تشتغل بيها أكيد هو عايز يخلي وجهة نظر الشخصية من النجاحات بتاعته اللي عملها دي كلها لا يمكن حد يعمل النجاحات دي بدون ما يفرض أسلوبه هو جوى الملعب الرجوع الرجوع عن لبشوار الأهلي في أفريقيا وأنا هستثني أفريقيا لأن أفريقيا دايما كان بيحصل فيها السيناريو ده كتير ومع مدارس كرة مختلفة كان دايما مثلا في السيزن الأخراني والقبل الأخير حتى النسختين اللي احنا فوزنا بيه كان مسلماني على حسب كل مواجهة تلاقي الأهلي بيلعب طريقة شكل بتشكيل شكل مرة نلعب أربعة ثلاثة ثلاثة مرة ثلاثة أربعة ثلاثة مرة أربعة اتنين ثلاثة واحد صح؟ مرة ثلاثة خمسة ثلاثة مرة ثلاثة خمسة ثلاثة فكنا بنلعب يعني بطرق مختلفة حسب طبيعة المواجهة وحسب طبيعة المنافس الأفضل للأهلي عموما يعني مش بس عشان ماتش بك وده اللي احنا تعودنا عليه حتى في جيلكم وجيل اللي بعد منكم والجيل اللي بعد منكم إنه الأهلي بينزل بطريقته ما هي دي بقى النقطة اللي أنا كنت بككلم فيها وهي دي أكتر نقطة عملت أرجحة وعملت أنبالانس للعيبة جوة تيم وفي المستوى للعيبة نفسها طبعا طبعا أنا هلعب النهار ثلاثة أربعة ثلاثة طب المتش اللي جاي هلعب ثلاثة أخمسة أثنين طب المتش اللي بعده أربعة أثنين أنت واحد مش هي دي شخصية الفرق الكبيرة مش هي دي شخصية يعني النهاردة أفشة في الطريقة دي غير الطريقة دي غير الطريقة دي غير الطريقة دي تضبوط وساعات حتى لما كان بيتغير مركز أفشة في الملعب تحس إنه أفشة برى المتش خالص مش موجود طيب أنت كده يبقى أنت ما درستش سيكولوجية اللعيب اللي معاك فيه لعيب مرن عنده مرونة تحطه هنا تحطه هنا تحطه هنا نفس الأداء وفيه لعيب ما عندهش المرونة دي يبقى إذن أنا لازم الشغل بتاعي يبقى بناء على الكواليتي اللي موجود معايا على الماتيريا اللي موجود معايا دي نمر واحد نمر اثنين التيم الكبير اللي هو النادي الأهلي اللي هو عنده عشر بطولات في أفريقيا اللي هو سيد القرة ما ينفعش ألعب رد فعل على سين وصاد وعين ما ينفعش خاصة أنا عند الاسكواد اللي يخليني أشتغل بأي بأي شكل أنا أشتغله أو بأي استراتيجيات أحطها وأبنى عليها وأشتغل وأستمر فيها ما عنديش ما عنديش مشكلة في النقطة دي لا يعني الأتيام اللي بتشتغل للطرق المختلفة دي بتشتغل بناء على أنه عنده نقص في الحتة الفلانية أو في البزوش الفلاني أو نقص في النواحي في جنب من الجناب فقدر أعوضه بشكل معين بالطريقة إنه ملأ المفروض أن النادي الأهلي هو اللي يشتغل زي ما بنشوف في كل الفرق الكبيرة هو اللي بيعمل استراتيجية بتاعته بيبني استراتيجية بتاعته واللي قدامه هو اللي بيشتغل عليه طالما أنا في التوقيت المناسب بتاعي ما بكلمش على الأول الدوري في ماتش زي الماتش بتاعة بكرة زي ما قلت لك ماتش بكرة ده ممكن أنا أشتغله عشان أخش بعد كده في الدورة الأبطال أبدأ أفرق بس كده أفرق الأسلوب بتاعي وشخصيتي ونبدأ نشتغل لأن أنا جديد على التيم والتيم جديد علي وداخل على على موقف ما ينفعش فيه الإسم على اثنين عشان أكمل لازم أكسب يزبوط فعشان أكسب لازم أحافظ على نظافة شباكي أو أطلع بأكبر نتيجة إيجابية موجودة أكسب إن شاء الله في الملعب بره وبعدين المكسب بكر أريد دفع مع نوال التيم كله للجهاز الفني طبعا وهو على فكرة هي النتيجة الأقرب إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله مش موضوع تفاول وكلام حلو لا إنما هو الأقرب النتيجة الأقرب هو للأهل يكسب إن شاء الله إن شاء الله تشكيل أمثل من وجهة نظرك لو كل اللعيبة وصلة الحالة بدنية وفنية جيدة في بداية موسم الطريقة والتشكيل أمثل من وجهة نظرك كابتن مكدي في مطش زي مطش بكر هو من الواضح إن هو بيشتغل أربعة ثلاثة ثلاثة الفرق الكيمي مع ولا ضد أنت لا أنا جميل جدا معا أربعة ثلاثة ثلاثة من خلي بالك أهل التكتيك عموما من زمان الزمن في أوروبا يعني أربعة ثلاثة ثلاثة دي من أسهل الطرق اللي تتعلم اللي تشتغل بيها للعيبة يعني للعيبة للعيبة من أسهل الطرق اللي أنت تقدر تشغل بيها اللعيبة طرامة توفرت فيها المقاومات بتاعتها والوحدات بتاعتها لأنها طريقة سهلة جدا طريقة هجومية جدا طريقة بتقدر تستغل فيها في التنوع بتاعها كتير أي كوتش في الدنيا بيعمل تكتيك أساسي واثنين ثلاثة جنبه حسب سيناريو المباراة استقبلت تتعدل إزاي سجلت تتعامل إزاي بالضبط فدي التنوع بتاع اللي 4 ثلاثة ثلاثة كتير واللعيبة سهلة إنها تتحول منه للبدال بتاعته فدي مهمة جدا إحنا عندنا اللعيبة دي آه عندنا اللعيبة دي محتاجين تاني أو محتاجين تاني إن شاء الله بإذن الله يكملوا في يناير عندنا المساكين شناوي طبعا لو بتسألني على التيم شناوي طبعا نبتدي بشناوي الشناوي باكي مين أنا معافش حالية أكرم عشان مش متابعة أكرم شارك ولعبت ثلاث مطشوط أو يعني خاتف ثلاث مطشوط ما بيفرقش معها بقى كان متعور أنا ما كانش متعور مشروع عندهم عالية هو عنده عنده روح عيد التوفيق كلها عندها 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 عندنا الاتنين المساكين هيبقى في ياسر وأيمن ياسر وأيمن ها تبتديش بعبد المنعم مطش بكرا المطش عبد المنعم أحياناً بيتصرف تصرفات فيها ثقة زايدة شوية ده طبع فيه هو مش بيعمل كده كده تعالي ولا أهو ده طبع فيه طريقة لعب يعني فالماتش بتاع بكرا مش مستحمل حاجة زي دي عايز البدايات بتاعتنا تبقى تبقى سيف خالص واضحة وسهلة سيف خالص تمام فتراهن على ياسر وأيمن تمام وعلي وعلي معلول مين هينفس علي معلول في مكانه السنة دي نظر كابتن ماجدي يعني في اليمين عندنا أكرم وعندنا كريم وعندنا هيني والله أنا أعتقد أنه اللي هينافس علي برضو هيبقى كريم هيبقى كريم كريم فؤاد كريم فؤاد أعتقد لأنه لعب جيد جدا وعنده قدرات رقفة خليلة أنت مش شايفه في الحتة أنا مش شايفه بك أه مش شايفه بك لا شايفه قده أنا شايف جناح أوس ملعب جناح أوس ملعب تمانية تمانية بوكس تو بوكس أوكي ف يعني دي وجهة نظري بس هو مبشر جدا أه لعب جاد جدا لعب جاد جدا بداياته بتقول تمام بتقول قلب الملعب كابتن ماجدي قلب الملعب عندنا في هيبقى أنا ألاعب ديانج ديانج ستة أنا كان نفسي عبدالقادر يشتغل بوكس تو بوكس تمانية آه بدن يقدر يعمل ده آه طبعا يقدر يعمل طبعا طبعا يقدر يشتغل دي وهو خطرته كلها وهو لأن عبدالقادر دريبلر كويس جدا جدا دريبلر كويس جدا وعنده فيجين يعني ياخده تسمح له بالبوكس تو بوكس آه طبعا تسمح له آه طبعا طبعا لما بيشتغل جناح آه يقدر يشتغل بوكس تو بوكس يقدر يشتغل بوكس طبعا يقدر يشتغل بوكس تو بوكس فهتبقى عندك ديانج قلنا خلينا أقول أن أنا عايزه دلوقتي تمام وعبدالقادر تمام و قدامهم لا معهم تلاتة على لين واحد لا مش لين واحد مال هيبقى ديانج تلاتة ستة وتمانيتين تمام ديانج و عبدالقادر و عمر السلية و عمر السلية قدام هيبقى عندنا في أنا قلت شريف راس حربة أشغل حسام حسن شريف أو حسام من الاتنين واحد هنا و واحد هنا في الجنب الجناب والنحية التانية طهر محمد طهر لا تخطرش بكرة ببرونو ساب لا لا تخطرش بي مش أول ما تشلعبه بره ديو جي تنظرش بي دور كباتا النادي الأهلي في المباراة دي أو في التوقيت ده وإحنا في بداية موسم وإحنا ببتدي الموسم بدوري الأبطال ربيعة شناوي سولية ده ده دور يعني هما دلوقتي يعني ما ينفعش أنا أقول لهم فيه حاجة ليه لأنه هما زي ما بتقول شربوا كويس جدا من اللي قابليهم واللي قابليهم يعني ده دور معروف جدا 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 لأي واحد قديم في نادي الأهلي وخلي بالك مش بالضرورة تكون انت شايل للشارة عشان يبقى ليك دور جواتين أنا ما كنتش ما كنتش كابتسين تيم بس كان لها دور جواتين فالمهم يكون عندك خبرات ومقبول من اللعبة حواليك وتقدر تتواصل معهم بشكل إيجابي وجيد وتقدر تتواصل لهم اللي انت عايزه هما يكونوا قابلين ده ده مهم نتمنى ان شاء الله بإذن الله تكون بداية موفقة لموسم ناجح وأنا بيتهيالي أنه بكرة الأهلي مطالب به غير أنه حقق نتيجة إجابية أنه يبعث رسالة واحد لطمأنة جماهيره اتنين لكل المنافسين ليه على المستوى المحلي أو على المستوى القاري أنه الأهلي قادم وعاقد بقوة المستوى نورت الدنيا وشرفتنا في السادسة كارت المجد سعد بيك دايما ونتمنى ما تغيبش علينا إن شاء الله ربي أخليك بشكر حضراتكم على المتابعة بكرة إن شاء الله نتابع وكل التوفيق دعواتنا طبعا ربنا يكرم لعابتنا إن شاء الله كلنا ثقة فيهم ويوم الاتنين إن شاء الله هنفرد كلام لحاجات كتيرة جدا كتشغلة جماهي للنادي الأهلي قبل ما لاستعد لمواجهة العودة اللي هتكون يوم السابت القادم بشكر حضراتكم على المتابعة ونتقابل على كل خير دايما في السادسة